السلام عليكم و أسعد الله و أوقاتكم بكل الخير اليوم إن شاء الله سنحضر معكم المجبنة التطوانية أو الرغيفات التي يأتي معمرين بالجبن البلدي أو الجبن دي الجبالة ومزينين بالعسل واللوز هذه الرغيفات التي يتحضرون في الفطور عيد الفتر ويكونون في جميع الموائد المنازل التطوانية تقريبا سوف نبدأ معكم على بركة الله في المقادر سوف نحتاج 500 جرام دقيق أبيض بيضة واحدة معلقة الزبدة معلقة كبيرة ديال السكر ونصف ملعقة ديال الملح ونحتاج ماء الظهر ليكون من أحسن يكون مقطر على اليد لكي يعطينا واحد من سمام زيونة في العجين ديالنا ونبدأ على بركة الله في تحضير العجين ديالنا سوف نضعوه دقيق ونضعوه طبعا مكونات كاملين ديكونا قلنا دقيق وبيضة حبة ديال البيض عنا ملعقة صغيرة ديال نسب ملعقة صغيرة ديال الملح ملعقة كبيرة ديال السكر وملعقة صغيرة ديال الزبدة والزودة محسن تكون من أصل حيواني ماشي المارغارين ونضعوه دقيق ديالنا بالماء الزهر تقريبا 500 جرم ديال دقيق اخذت معي كاز ديال العنبة ديال الماء الزهر وكلي يعجن العجين نصف ديال الماء الزهر ونصف ديال الماء وكلي يعطي العجين وحدة رائحة غزالة غزالة من الأحسن نعجنها بالمظهر سوف نجمع العجين ديالنا على هذه الطريقة حتى يتشمع معنا العجين العجين يأتي مرخوف في العجينة ديال الرغايف أو ديال المسمن كيف ما كتشوفه يأتي على هذا الشكل هذا يعني العجينة مرخوفة قصحة ونصف ديال 5 دقائق ونصف ديال 5 دقائق كافية للدليق حيث 500 جرم كمية كبيرة العجين ونصف ديال الماء الزهر كما تشوفه ونصف ديال الماء الزهر ونصف ديال الماء الزهر بقية زيت كما تعطي عجين دائما زبدة من أصل حيواني من الأحسن بعد الادحة نبدأ العجين ديال الرغم يرتاح احتى 5 دقائق حتى 10 دقائق ونغطىه بلاستيك الغدائي ونضعه بالريض حتى 10 دقائق ونقوم بإرادة الصغيرة كبيرات صغارين بعد مرتاح العجين نقصم العجين كبيرات صغيرة ومن الأحسن يكونوا كبيرات صغيرة صغارين بثاف لا يقدر المسمنات أو الرغيفات كي يكون الحجم كبير نجبنا كلما كانت الرغيفة صغيرة كلما أحسن كلما تأتي المنظر كما قلت لكم عندي هنا واحدة طاستة خلط فيها الزيت والزبدة من أصل حيواني اللي بها غاد ينطلق الرغيف ديالي وغاد يندهن بها في نفس الوقت هذه الكبيرات اللي غاد ينقطع كيفما تشوفوا الكبيرات صغارين أنا عادة هاد 500 قلم ديالدخي كنخرج منها 20 20 ديال كبيرات يعني 20 ديال مجبنات هاد المرة خرج منها غير 17 يعني كان الحجم ديالهم شوية متوسط لما في الغالي كان نخرج منه من 20 حبة كي يكون الحجم والشكل دياله مزيون وكي يجي معاوط كيفما تشوفوا نقطع العجين ديالي كامل ونعاوطه مزيان ومن بعد غاد يمدون دهنه كيفما أقول لكم خرجوا معاوطة 17 ديال الحبات ودبا غاد يندهن الكبيرات اللي قطعت بالزيت و الزبدة اللي عندي في الطاصة مع بعضياتهم ونجعلهم يرتاحوا من ساعة حتى نجر ديال السوايا يعني على حسب العجين حتى يرتاح مزيان ونجعل العجين ديال الرغايف يرتاح كيفما تشوفوا يندهن الكبيرات مزيان بالزيت و الزبدة ونضع تقسرون حشو رائعه بحساب عجين نحن أحساب عجين حساب عجين و يريد أن يفعل عجنا في العجنة الكهربائية 500 جرام دقيق لا يحتاج أي عجنة فقط بجمع التصوصف سوف نجد الحشو 350 جرام جبن بللي جبن الجبالة يتبع في الملاح في مدينة تيتوان يكون مقطر ومعصر جيد من الماء نضيف عليه جوج سفار البيض المسكة الحرة يعني أربعة الحبيبات المسكة الحرة مدقوقة مع السكر ملاعق كبارين المزهر أو ماء الزهر معلقة كبيرة الميزينة أو الناشا ومعلقة كبيرة السكر ونخلط هذا المقادر مع الجبال هذه المسكة الحرة تحنسها واحد شوية كما قلت لكم أربعة الحبات سوف نضيف السكر ونضيف السكر ونضيف السكر ونضيف السكر ونضيف السكر ونضيف السكر ملاعق الماء الزهر ونضيف كل شيء مع بعض البيض التأكد تقديم ونضيف السكر لنضيف السكر نخلطهم جيدا حتى نسجم وهذه هي الحشو التي نعمرها بها الرغيفة التي قطعنا قبل كما ترون بعد مع جنس الجبن مع المكونات جعل هذا الشكل سمزيد سمزيد دعون نستطيع الرغيفة التطبيقين يبقى البشاة مختلفة هده الرغيفة نجعل الرغيفة جيدة ونحاول من الأحسن لا يتقطع معنا العجين حيث نحشيها في الجبن ونقليها في الزيت من أحسن لن يخرج معنا الجبن سوف نأخذ كمية للجبن في هذه الكويرة نعمل ملعقة عمراء في الجبن نعملها في الوسط العجين كما ترى نطوي من الجهة اليمنى أو من الجهة الفقانية نجيب العجين أو من الجهة المتحت نرد العجين نحن رغيف بما على الجهة التي نتعلم يلبس الجبن هذا هو الاختلاف ونرد العجين على هذا الجبن كما ترون في الفيديو تماما سوف نعود معكم واحدة اخرى باش تأكدوا بطريقة ديال الطي سوف نقوم بطريقة ديال الطيب سوف نقوم بطريقة ديال الطيب نقوم بطريقة ديال الطيب نقوم في صلوة البلاستيك غدائي نقوم بطليقة ديال جيدة ونقوم بطريقة ديال الطيب نضيف العجين فيها الزيت والزبدة نضيف العجين من جهة اليمين والعجين في جهة الشمال نضيفه من تحت نضيفه من تحت الرغيفة لكي يغطي العجين من تحت يكون رقيق لكي نضيف العجين نضيف العجين في هذه الطريقة هذه هي الرغيفة نضيفه كاملين و نضيفه أول واحدة و نضيفه لكي لا يخرج الجبن و يحرق الزيت نضيفه و نضيفه الزيت و نضيفه و أقوم بها يجب أن نضيفه نضيفه ثم نضيفه و نضيفه و نضيفه الزيت قليت فيها قليلا لنزين بها رغيفة المين سليم كما ترونه نضع الرغيفة نقوم بعمل أخرى وطبعا نبقى قدامهم حتى نزولهم حتى نغفلهم حتى نضغيات يتحمرهم ثم نضع 1 ملعقة ونضعهم الزيت من فوق حتى ننفخوا معنا كما ترون بعض الطريقة ثم نقلبهم على هذه الطريقة حتى نكمل الرغيفة كاملين كما تضعوا الفتيوتات اللون الأسود يكون قليل الجبن يخرج في الزيت يرجع اللون الأسود ولكن هذا الحشو الذي كان من الأن لا يخرج منه الجبن يقليل كمية قليلة لا يوجد الكثير حتى نضع الصفر يجمع الجبن يجتم ونحن نقلق الماء يجتم بكثير من الماء سنقوم بسرعة حتى نقلق ونقوم بسرعة كاملين ونقوم بسرعة ونقوم بسرعة وإذا كنا نضع الغرض قدام بسرعة نغطيهم في البلاستيك الغذائي حتى نغطيهم في صبحتين العشية ونقلوهم نحتفظهم في الثلاجة وصفي نقلو التطوير المحتفظ في الثلاجة نتخل وقتها قامة أخرج من جبن ونحصون المحتفظ في الثلاجة نحاول أن نقلب في الثلاجة ونجده على الثلاجة نقلو الرغفة هذه هي الرغيفة بعد مقليناهم نزينوهم بالعسر واللوز المقلي ومهرمش طبعا العسل اختياري يعني كل واحد يعمل كمية يبغى العسر بزاك يعمل بزاك يعمل بزاك نزينوهم على هذه الطريقة بالعسل ندهنو مجهم اولا ندهنو من الجهتين العسل و ندهنو فوق منه من اللوز مني كنعملو هادا مجبنا في الطرق يجي كدعطي وحق فيها وحلم داقل ديد حسنني كنشيرو حسنني كنشيروها جاهزة من الزنقة فهي كجي وحلم داقل فيها لذيذ وكجي شيشة يعني كدب في الفم وغدي مقالها على الطريقة حتى نزين الرغيفة اللي يقليت كاملين وغدي نقدموهم وهذه هما الرغيفة بعد ما كملت التزيين بالعسل و باللوز وصدقوني كيجي ورائعين و نتمنىكم تجربوهم و اذا حجبكم هاد الفيديو لا تنسوش تخليوا لي لايك و تشاركوا الفيديو مع الأهل و الأصدقاء و انطلقوا فيديو جديد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة